اشتركوا في القناة معنا الدكتور جمال الموسى مستشار تقس العرب يسعد صباحك دكتور يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المشاهدين يعني اشتقنا لك أنا صالي سنة ما شفتك تسلم شكرا طي طمنا لك أول شيء ويحنا كمان اشتقنا لكم اشتقنا لتقس العرب وللجمهور الكريم وللكل تسلم يا رب دكتور مبارح لكل صار يبعد صور ويسأل على صفحات الخاصة بتقس العرب وصفحات أخرى أنه في ظاهرة غريبة بالسنة كانت هي بتشوف تلك إنها غيوم ماخدة أشكال هي فعلا غيوم ولا هي طائرة نفاثة وشو تضبها التنتين مع بعض طبعا كينا أكثر هاي زمان مهم كنا في التنبؤات نحكيها للطيارين نحن نحدد اللي تحدث فيه أو المستوى على أي ارتفاع هي عادة تحدث في طبقات الجو العليا على ارتفاع تقريبا حوالي 35-36 ألف قدم نعم وأيضا عند درجات حرارة متدنية هناك تكون البيئة باردي حوالي ماينس أو تحت 36 تحت السفر تقريبا درجات الحرارة وهذه عادة تحدث بأن هي نوع من أنواع التكاثر خلينا هسا شوي نشرح شوي تفيزي معلش يتحملون الجمهور المستمعين أنا أخذ رحتك بالعكس ما يعني كثير بيحبوك وأنت ما شاء الله موسوعة تسلم يا الله يخليك هي بخار الماء أهم إشي بخار الماء وعندنا حتى في الأرصال الجوية عملية بخار الماء وإلها دور كبير في الظواهر الجوية في المطر في الغيوم في الضباب في الندى فصور التكاثر التكاثر شو هو هو تحول بخار الماء إلى ماء يعني بنرجع لحالات الماء التلاتي ففي عندي ست حالات هي إذا تحول مثلا من بخار ماء إلى ماء هذا هو الكوندنسيشي وأيضا ممكن يتحول من بخار الماء إلى حالة ثلج إلى صلد هنا بنسميها هاي الديبوزيشين أو ترسيب بالعربي هذه الحالتين بطلقوا حرارة وصور التكاثف على سطح الأرض إنها بتأدي إلى حدوث الندى بس بدك سطح اللي يتكون عليه في الأيام الرطبي لما يكون بخار الماء والأجواء الرطبي بتكون الندى وأيضا السقية إذا تدنت درجات الحرارة إلى الصفر أو ما دون الصفر المئوي أيضا من صور التكاثف بالقرب من سطح الأرض هي الضباب والشابورة المست هاي أيضا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح ومهمة بالنسبة للطيران ولا حالة في الإقلاع والهبوط أيضا وأيضا من صور التكاثف في طبقات الجو العليا تكون السحب إذن عملية التكاثف وعملية وجود البخار الماء هي العملية المهمة وأيضا حتى بخار الماء إلى دور كبير وعملية التكاثف إلى دور كبير في نمو السحب العمودي وجعلها غيوم ماطرة وذات سم كبير ووردت في القرآن ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الودق له المطر وينزل من السماء من جبال فيها من برد يعني حتى حدد قبل 1400 سنين ما هي نوع الغيوم التي تنزل البرد العلم الحديث اكتشفها بعد اكتشاف الرادارات الجوية والأقمار الصناعية قبل 50 إلى 70 سنين من الآن من زمان أذكرها من ألف وهذا إذا بدنا نفسرها بجزء بدأ حلقة لحالها ونفسرها فيزيائيا حتى وعلا بالفيزياء ولا شيء المهم أن عملية التكاثف عملية مهمة حتى أيضا هي التي تعطي الأعاصير القوة نعم ولذلك دائما الإعصار لما يكون فوق المياه فوق المحيطات دائما يكتسب فيه إلو تغذي فيه إلو قوة يعني ولذلك لما يدخل إلى اليابسي تبدأ قوت وتضعف ليش؟ لأنه المغذي الوحيد إلو بخار الماء ببلش يقل ألا بنيجي لسؤالك عاد بعد هالمقدمة إنه فعلا طيارة أنت قلت هل هي طيارة؟ هل هي غيوم؟ هي نفس مبدأ التكاثف عندك طيارة بتطير فيه محركات بتطلع عوادم ومن ضمن هذه العوادم فيه بخار الماء هل هي بتطلع هاي بخار الماء فيه بيئة باردة جدا يبقى أي طيارة تشكل من وراها يعني؟ ممكن نعم إذا توفرت درجات حرارة مناسبة ويكون على ارتفاع اللي بتحدث في هذا التكاثف حتى بيسموه مسارات تكثيف الطائرات أو مسارات اللي هي التكثيف خلف الطائرات نعم عرضنا برح صور وشريح قصيد جدا بنسميه بالانجليزي احنا كن يعني زمان في محاضراتنا للطيارين الصباحية كانت أو لما يجعون انحدد دائما يوميا في الأرصاد الجوية ومكتب التنبؤات وانت بيكون هذا المستوى اللي يحدث عنده التكاثف من ذيل الطائرة اللي هو نتيجة بخار الماء اللي طالع فانت عندك بيئة باردة جدا فبس يتحول من بخار الماء من الحالة الغازية الى الحالة الووتر الى الماء السائل او الى الثلج الصليب فهون بتشوفيه نفس مبدأ الغيوم احنا قلنا الغيوم هو صورة من صور التكاثف لكن هون شو بتديك انت لما لانه في طبقات الجو العليا لا يوجد سطح طب كيف يحدث التكاثف في هناك نويات تكاثف هاي نويات التكاثف بتتشكل قطرة الماء عليها اللي هي بتطلع برضو من اكزوزة الطائرة اللي هي عبارة عن السناج نواتج الاحتراق حبيبات متناهية في الصغر تطلع فمع وجود الماء هنا بصير التكاثف عليها فبتصير يتشكل فبتصير نفس مبدأ الغيوم بتصير فيها زي غيومي وتشكل خطوط خلف الطائرة لأمان برح كان عم تفننوا وكان عاملين دوائر حلقات وتداخل ببعض وحسب المسار تبع الطائرة حسب المسار ممكن تحدث وهذه هي المبدأ إذا هو إذن هو تكاثف بخار الماء خلف المحركات نتيجة هذا بخار الماء اللي خارج من عوادم الطائرات أو من الانجين تبعتها في بيئة باردة جدا فيحدث التكاثف وبالتالي تتشكل هذه الظاهرة تماما زي مبدأ تكون السحب إن السحب هي صور من صور حدوث التكاثف وهذه نفس العملية لكن تحدث وهاي مهمة بالنسبة للطائرات العسكري كثير حتى يتم اكتشاف الطائرة مرات منها ولذلك كثير من الطائرين الطيارين العسكريين يتجنبوا خاصة إذا كانوا في مهمات عسكرية إنهم يطيروا على المستوى اللي تحدث في هذه الظاهرة إنه يكون سهل تحديد موقع هاوين وسهل بتكون اقتناصها بسهل نعم دكتور إحنا فيه سؤال بدنا نعرف أنواع السحب وما هي السحب الماطرة وكيف ممكن ننميز إنه هاي استحابة ماطرة وهاي سحب عادية أول شيء السحب زي ما حكينا هي صور من صور التكاثف بخار الماء هذا واحد كيف بدها تتكاثف بده صعود للهواء إلى الأعلى نعم دائما أي آلية تؤدي إلى صعود الهواء للأعلى فيبرد يبقى يبرد يبرد إلى أن يصل إلى الإشباع بعد الإشباع بصير التكاثف الكوندينسيشن يعني بصير يتحول من بخار ماء إلى ماء أو من بخار ماء إلى حبيبات جليدية أو آيسك ليسترز برلورات جليدية وهاي مكونات السحب ممكن يكون بخار ماء سوبر كولد ووتر يعني فوق قطرات ماء فوق المبردي يعني ممكن تشوف في طبقات الجو العليا قطرات ماء بشكل سائل عن درجة حرارة 40 تحت الصفر وأيضا عندك الآيس كريستلز اللي هي البلورات الجليدية هاي مكونات السحب إذن هذه السحب أي آلية بترفع الهواء هي المنخفضات الجوية الجبهات الهوائية حالات عدم الاستقرار الجوي التضاريس الاحتكاء كل هذا يؤدي إلى رفع الهواء إلى الأعلى وبالتالي تبدأ السحب تتشكل الآن السحب الماطرة بدك ذات سمك معين يكون فيها محتوى مائي معين يكون أيضا البلورات الجليدية كمية كافية وذات حجم كافي أيضا وعندما يتم تصادمها مع بعض البعض وتلتسق مع بعضها البعض يكبر حجمها أكثر وبالتالي بيصير صعب أنه الهواء يحملها فبتنزل وبتنزل على شكل هطول ممكن هذا الهطول يكون مطر أو يكون ثلج حسب درجات الحرارة في طبقات الجو العليا هذه هي الغيوم الغيوم أهمها الماطرة برضو وردت في القرآن الكريم في صورة الواقع أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون ما هو في عندي نوعين من الغيوم المزني اللي هو الركام المزني والطبق المزني الآن الركام المزني هي الغيوم التي تحدث في حالات عدم الاستقرار الجوي والتي تسبب برق وبرد ورعب وأيضا الغيوم اللي تصاحب الجبهات الهوائية الباردة وكثير لما تدخل جبهات هوائية باردة بنلاحظ فيه برق وبرد ورعب هذه أيضا بتكون الركام المزني هاي ميزات هاي الغيوم بتكون القاعدة تبعتها منخفضة لكن القمة تبعتها بتكون عالية جدا قد تصل فوق المحيطات والبحار إلى خمسين ألف قدم أنا من خبرتي في أجوال أردن وصلت عنا مرة بجوز لثلاثين ألف قدم كان ارتفاع القاعدة حوالي ألف وخمسمية ألفين قدم لكن القمة كانت ثلاثين ألف قدم بتذكر صارت حبة البرد بجوز كبير وسكرت الأجوال الأردنية لأن الطيران خطر في هذه الغيوم وكانت فعلا حالة قوية استمرت حوالي ثلاث ساعات فكانت خطيرة جدا هذه إذن هي التي تسبب الله هذه بتعطيني كميات أمطار كبيرة جدا في فترة زمنية قليلة جدا قد تسبب سيول وفيضانات وإنهيارات ترابية وأرضية وهي اللي بتأدي إلى ارتفاع منسوب المياه هذه إذن وتغذي المياه الجوفية وبالتالي بنشرب الماء أرأيتم الماء الذي أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزنون ثاني اللي هي النيمبو ستراتوس اللي هي الطبق المزني اللي تصاحب المنخفضات الجوية هذه بيكون انتشارها أفقي تغطي مساحة واسعة تعطيني كمية أمطار لفترة طويلة بينما هذه فترة قصيرة بتكون وبيكون سكيل تبعها قليل لما هاي بيكون سكيل تبعها أكبر تغطي مساحة أوسع تستمر في تسبب هطول الأمطار لفترة أطول وبالتالي بيصير كمية الهطول الكبيرة تغذي المياه الجوفية وتفيد الزرع وتفيد الإنسان في الحصول على المياه للشرب وفعلا لما نيجي نتطلع على أطلس الغيوم الصادر من منظمة الأرصاد العالمية الحديث بيقول أنه حتى نشوف الصور لأنه الغيوم تقسم تصنيفها إلى نوعين بنلاحظ أنه النوعين بالغيوم بالصور اللي حاطين عليها الأمطار هي الطبق المزني والركام المزني مش معنى ذلك أنه أنواع الغيوم الثانية لا تنطر لكن هذه اللي بتعطيني كميات مطر كبيرة جدا نعم نعم دكتور إحنا في سؤال هلأ الغيوم لما بتكون كثير أوقات بتكون نازلة على الأرض أو قريبة جدا من الأرض بيكون لونها أيضا رمادي شو سبب أنها الأدة بتكون نازلة على الأرض أول شيء في عندي أنواع الغيوم تصنف الغيوم حسب الشكل وتصنف حسب الارتفاع في عندك حسب الشكل في الشكل الريشي زي ما كانت نبين مبارح وجوز اليوم نشوفها هاي بتكون دائما مع المرتفعات الجوية مع الاندفاع هوا دافئ شوفت درجات الحرارة كانت ممتازة بيرها واليوم كانت أعلى من المعدل وستكون اليوم وغدا أيضا فبنلاحظ كلها غيوم مرتفعة هاي الغيوم مرتفعة لا تسبب هطول وهذه الريشية إذا تأخذ شكل ريشي بتكون طلع عليها بالسماء من أجمل ما يكون حتى الغروب مبارح كان منظر جميل حتى مرة منظمة الأرصاد العالمية عملت مسابقة للأطفال ما بين سن 8 إلى 4 طال مين بعمل أجمل لوحة عن الغيوم إن الغيوم تعطيك صور جميلة جدا وأشكال جميلة جدا وألوان ولذلك تستمتع بالطبيعة وبأشكال السحب إذن هاي من حيث الشكل الأشكال الريشية اثنين في الشكل الطبقي اللي بيكون امتدادها أفقي وانتشارها أفقي وفي اللي بيكون امتدادها عمودي مثل الركام المزني امتداده عمودي ومن غيوم كالجبال ونزلوا من السماء من غيوم كالجبال وفعلا لما تكوني بالطيارة تلاقيها زي جبال شاهقة وهذه إذا اتحدت مع بعض بيكون خطيرة جدا على الطيارة وفي عندك كمان اللي هي الطبقية اللي هي امتدادها أفقي والركامية بيكون امتدادها عمودي إذن من حيث تصنيف الشكل ثلاث أشكال الريشية الطبقية الركامية نيجي من حيث الارتفاع الارتفاع بتيجي المنخفضة وفي المتوسطة والعالية المنخفضة في قسم منها يصل إلى مستوى سطح الأرض وبتكون ارتفاع القاعدة إذن ما بين تقريبا البقية بتكون ما بين 2000 إلى تقريبا 8000 قدم وفي عندك المتوسطة ما بين 8000 قدم إلى 18 وفي عندك العالي معظم الغيوم الأمطار اللي بتنزيل من الغيوم المتوسطة والمنخفضة والنوعين اللي بيسببوا مطار اللي حكينا عنهم نعم إذن الغيوم مرات ليش بصير لونها رمادي وانا يعتمد على سمك طبقة هذه الغيوم حسب الحالة الجوية المؤثرة نعم حسب الآلية التي تسببها بدك آلية اللي تؤدي إلى رفع الهوى للأعلى هذا واحد اثنين بدنا بخار ماء نرجع لقضية بخار الماء ضروري جدا يعني حتى لو كان الهوى أدى رفع الهوى إلى الأعلى لكن جاف ما بصيرش في عندنا غيوم إذن بخار الماء هو عصب الحياة نعم وجعلنا من الماء كل شيء حي سبحان الله يعني حتى لما تفسريها علمياً بتلاقي لها في إلها تفسير في إلها فعلاً تفسر بالفيزياء من أجمل ما يمكن بتصير وفي موضوع اسمه فيزياء الغيوم بي ربالي نعم بستنوك تجي تفع معنا تسلامي شكراً وبحب نشاطك دكتور جمال الموسى شكراً جزيلاً لحضرك معنا يسعد صباحك مرة تانية أهلاً وسهلاً يا أهلاً شكراً لكم متابعينا خليكم معنا بعد البريك فقرتنا الأخيرة